في الواقع الكل بانتظار المصادقة على النتائج النهائية من قبل المحكمة الاتحادية للبدء من مفاوضات مكثفة وحوارات ساخنة لتشكيل الحكومة المقبلة وكل شيء ممكن لأن بالتأكيد اليوم الحزب الديمقراطي وحتى الاتحاد الوطني وحتى الكدر السنية كانت تنتظر توافقا شيعيا شيعيا لاختيار رئيس وزراء يعرض على الكرد والسنة ولكن الظاهر بأن طريفي الشيع لا يمكن لهم أن يتفقا في الوقت الحاضر أو حتى على الأقل لن يكون هناك اتفاق بالإجماع قد يكون اتفاق مع الكتلة الصدرية مع قسم من الإطار التنسيق الشيعي لذلك بالتأكيد الكرد أو السنة سيلجآن إلى التفاهم مع طرف المالي تشكيل الحكومة لأن لا يمكن الانتظار لمزيد أو وقت طويل جدا لأن وضع العراق لا يتحمل ذلك طيب دكتور يعني هذا التقارب إن وجود يعني أنا بصراحة هل يعني علي أن أعتبر أن ما تفضلت به أن الجميع ينتظر النتائج أنه أي هو يعني كلام دبلوماسي أكثر منه واقع على اعتبار أن التفاهمات بدأت فعليا وأن ملامح نتائج الانتخابات هي جلية لكم أو على الأقل واضحة بنسبة 90 إلى أكثر من 90% هنا السؤال هل هذا التوجه يعني أن التحالف أو الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني متفقان على ضرورة التوجه إلى الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية في الواقع هناك تقارب كبير بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وعمل مستمر على توحيد رأيهما والتوجه نهم وبغداد برؤى موحدة للتفاهم مع الكتلة الصدرية الأخرى أنا قلت لك انتظار المصادقة لأن مسألة تقف فقط عند النتائج لأن النتائج حقيقة بدأت واضحة وبصورة جلية بنسبة 95% وليس فقط 90% ولكن هناك مشكلة مهمة يجب أن نقف عندها هناك طرف ما يرفض لحد اللحظة الاعتراف بهذه النتائج كيف ستنتهي هذه الأزمة ما هي حلولها هل سيكون هناك تصعيد هل سيكون هناك قبول هل سيكون هناك نوع من التوافق بين الكتلة الشعية لذلك أنا أقول لك سننتظر المصادقة وما سيأتي بعد المصادقة بالتأكيد حوارات تفاهمات اتصالات وصلت إلى مرحلة التقارب مع بعض الكتلة ونضوج بعض الفكر حول آلية تشكيل حكومة المقبلة ولكن الكل اليوم إذا تسأل واقعا هم بانتظار المصادقة النهائية للمحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابات طيب إذا افترضنا أن الحديث عن المناصب الوزارية وغيرها يعني سابق لأوانه هل علينا أن نفترض أن الحديث عن الشخص المرشح من قبل الكتل الكردية لرئاسة الجمهورية أيضا سابق لأوانه؟ يعني هذا الأمر بالتأكيد هو سابق لأوانه لأن كل ما يجري اليوم بين الكتل الكردية وخاصة الديمقراطي والاتحاد الوطني منصب على أن يذهبوا بكتلة موحدة برؤى موحدة بالاتفاق على أهم النقاط التي يمكن أن يتضمنها البرنامج الحكومي خاصة ما يخص اليوم عموم العراق وشعب أقديم كردستان وأقديم كردستان لذلك مسألة المناصب خاصة رئيس الجمهورية أو الوزراء تعتمد على ما يلي هذه التفاهمات أعتقد هي ليست بأهمية أن يكون هناك رأي موحد تجاه قضايا الأقليم العالقة مع بغداد هذا هو الأهم وبالتأكيد سنتوصل إلى مرشح لرئاسة الجمهورية والمناصب الأخرى إذا ما تم الاتفاق على أن يكون الذهاب إلى بغداد بشكل موحد طيب هذا طبعا دون التخلي عن منصب رئيس الجمهورية يعني إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هناك أحاديث عن إمكانية تبادل المناصب بين الكتل الكردية والسونية فيما تعلق برئاسة الجمهورية مقابل رئاسة مجلس النواب ليس هناك أي حديث من هذا القبيل ولا أعتقد بأن الكرد وأنا أيضا عضو في الحزب الديموقراطي الكردستاني سنتنازل عن رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة البرلمان وكل الحديث عن ذلك حقيقة هو قد يكون حديث شخصية وحديث لبعض السياسيين السنة ولكن نحن متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية لغاية هذه اللحظة مع أنه دستوريا ليس هناك عرف بأن رئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للكرد وأيضا حتى رئاسة الوزراء للشيعة ولكن هذا واقع فرض ولذلك نحن لحد الآن نمشي عليه ولكن كل شيء قد يتغير ولكن لحد اللحظة نحن منصبنا الواضح كمكون كردي هو منصب رئاسة الجمهورية طيب تشير دكتور شنقالي في حديثك إلى وجود عدد من النقاط التي يجب أن تراعى فيما يتعلق بالمكون الكردي وحقوق الأكراد في إقليم كردستان ما هي أبرز النقاط التي سيتمسك بها الكرد في هذه المباحثات سواء مع الكتلة الصدرية أو مع أي جهة أخرى قد تتقاربون معها قريبا يعني أهم النقاط واضحة هي العمل على تطبيق الدستور وتطبيق القانون في المشاكل العالقة المادة 140 الحدود الإدارية مسألة الموازنة قانون النفط والغاز مسألة تطبيق الاتفاق الذي جرى بين حكومة الحالية للسيد الكاظم مع قيم كردستان في تطبيع الأوضاع في سنجار وبالتأكيد تحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة لأن هناك فرق كبير بأن تكون مشارك في الحكومة وأن تكون شريكا في الحكومة لذلك ندعو أن يكون هناك شراكة حقيقية هذه المرة في إدارة الدولة لتحقيق الدوازن في إدارة الدولة طيب جميل جدا مع هذا كل ما تفضلت به هو مطالبات هو نقاط يطلبها الإقليم من بغداد بالمقابل ماذا لدى الإقليم أو الكتل الكردية التي تقدمه للكتل هنا في بغداد لا بالتأكيد عندما نتفق على برنامج حكومي هذا البرنامج الحكومي كما لديك حقوق عليك واجبات هناك عندما يطبق قانون النفط والغاز بالتأكيد هناك التزامات تقع على الأقليم وهناك التزامات على الحكومة الاتحادية عندما نتكلم عن الموازن عندما نتكلم عن تطبيق مادة دستورية كل ما يتعلق بالتأكيد ليس فقط سيكون للأقليم على حساب الحكومة الاتحادية هناك التزامات متقابلة لذلك على الطرفين أن يلتزمها بالإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالإقليم والغداد بما في ذلك تسليم واردات النفط والأرقام المتعلقة بالمنافذ الحدودية في إقليم كردستان أخي العزيز ولو هذا الموضوع طرأنا عليه اليوم حسب قانون الموازنة الحالي إقليم كردستان يلتزم به حرفيا لأن لم ترت في الموازنة مسألة تسليم النفط ورد فيه تسليم إرادات النفط حسب سعر سومو وهذا يحدث من خلال مقاصة بين وزارة المالية الاتحادية والأقليم وأيضا تستقطع مبالغ إرادات المنافذ الحدودية وهناك اليوم إجراءات غيرها هناك اليوم تسجيل بايومتري لكل الموظفين وإرسال هذه البيانات إلى بغداد لتقاطعها مع بيانات الأخرى وبالتأكيد سيكون هناك تقدم أكثر في المراحل المقبلة وأعتقد الحكومة الحالية لديها تفاهم كبير مع الأقليم في هذا الجانب وأعتقد الحكومة المقبلة سيكون تعاون أكثر